اشتركوا في القناة نبدأ كده مع بعض متوازي الاضلاع متوازي الاضلاع هو شكل رباعي فيه مجموعة من الخاص اولها ان كل ضلعان متقابلان متوازيان زي الشكل اللي قدامي ده هلاقي ان الف دال يوازي با جيم ويسوي في الطول كمان الف دا هيوازي دال جيم ويسوي في الطول يعني الشكل رباعي اللي فيه كل ضلعان متقابلان متوازيان ومتسويان في الطول كان بيسمى ده متوازي الاضلاع تاني حاجة ان كل زاويتان العنصر التالت او الحاجة التالتة في متوازل اضلاع ان كل زاويتان متقابلتان كمان متساويتان في القياس يعني زاوية الف قياسها هيساوي قياس زاوية جيم وقياس زاوية باء هتساوي قياس زاوية دال كل زاويتين متقابلتان قدام بعض جدا متساويتان في القياس زاوية الف هتساوي قياس زاوية جيم وقياس زاوية باء هتساوي قياس زاوية دال. كل زاويتان متتاليتان متكاملتان مجموحهم مية وتمانين درجة. هبص هنا على زاوية الف زاق قياس زاوية به مجموعة الزاويتين دول المتتاليتين بتساوي مية وتمانين درجة. كل زاويتان متتاليتان مجموحهم مية وتمانين درجة متكاملتان. زاوية الف زاق قياس زاوية به بتسوي مية وتمانين. كمان لو انا قلت لك زاوية باء قياس زاوية باء زائد قياس زاوية جيم هلقيها مية وتمانين. قياس زاوية جيم زائد قياس زاوية دال هتسوي مية وتمانين درجة. كل زاويتان متتاليتان متكاملتان يعني قياسهم مية وتمانين درجة. الكتران عندي بينصف كل منهما الاخر. ادي الكتر ولما عرفنا الكتر في المضلعات ان هو بيوصل بين رأسين غير متتاليين يعني الف جيم ده كتر بيوصل بين الرأس الف والرأس جيم الغير متتاليين الف جيم كتر اهو كمان با دال ده كتر الكترين في متوازل اضلاع بينصف كل منهما الاخر يعني ايه بينصف كل منهما الاخر يعني الف ميم ده يساوي ميم جيم وكمان با ميم ده هيساوي ميم ها ده يبقى الكتران بينصف كل منهما الاخر يعني بيقسمه لنصين متساويين في الطول هلاقي ان الطول الف ميم لازم يساوي طول ميم ها وكذلك با ميم لازم يساوي طول ميم ده يبقى الكتران ينصف كل منهما الاخر يعني بيقسمهم لنصين متسويين في الطول قد بعضه في الطول في الشكل المقابل اللي عندي ادي الشكل اسمه الف به جيم دال ده عبارة عن متوازي اضلاع عندي طول الف باق بخمسة سنتي ادي الف باق بخمسة سنتي وعندي باق جيم بتمانية سنتي باق جيم بتمانية سنتي وقياس زاوية باق بمية خمسة وتلاتين درجة عايز يوجد قياس زاوية جيم مش عارفاها وعايز اجيب محيط متوازي الاضلاع طبعا ده سهل جدا واخدنا زيه في سنة ستة كتير احنا قلنا ان كل زاويتان من خواص متوازي الاضلاع ان كل زاويتان متتاليتان مجموعهم مية وتمانين درجة اذا قياس زاوية باق زاق قياس زاوية جيم المفروض النوم بيسوي مية وتمانين درجة مدام عندي باق بمية خمسة وتلاتين هطرح مية وتمانين ناقص مية خمسة وتلاتين عشان اوجد قياس داوية جيم وبعد كده اجيب محيط متوازي الاضلاع بس الكلام ده احنا لازم نجيبه بشكل برهان احنا اخدنا ازاي بنعمل البرهان ازاي بنجيب معطيات ومطلوب وبرهان طبعا المعطيات والمطلوب المعطيات بتاعتي ان الف به جيم ده ده متوازي اضلاع وان الف باق بتسوي خمسة سنتي وان باق جيم بتسوي تمانية سنتي وان قياس زاوية باق بمية خمسة وتلاتين دي المعطيات بتاعتي اما المطلوب اني اوجد قياس زاوية جيم وكمان اجيب محيط متوازي الاضلاع بنبدأ كده في البرهان لان احنا قلنا هنختصر البرهان بتاعي واكتب البرهان على طول لان سهل جدا ان انا اكتب المعطيات والمطلوب انها بتبقى موجودة في رأس المسألة البرهان بتاعي بما ان الف به جيم ده المتوازي اضلاع الف به جيم ده المتوازي اضلاع واحنا عارفين من خواص متوازي الاضلاع ان كل الزاويتان متتاليتان مجموعهم 180 درجة اذا قياس زاوية باء زاوية جيم هتساوي 180 درجة يبقى اقوله 180 ناقص وفتح كوس واطرح 135 من 180 يبقى قياس زاوية باء زاوية جيم بيساوي 180 درجة يبقى قياس زاوية جيم هي 180 ناقص 135 بتساوي 45 درجة دي قياس زاوية جيم دي من خواص متوازي الاضلاع ان كل الزاويتان متتاليتان مجموعهم 180 ضربة كل الوقت عايزة أجيب المطلوب التاني وهو محيط متوازي الأضلع محيط متوازي الأضلع أنا عندي ضلعين ومعروف أن كل ضلعين في متوازي الأضلع متساويان في الطول متقابلان كل ضلعان متقابلان متساويان في الطول ده من خواص متوازي الأضلع يعني ألف به قد دال جيم وبه جيم قد ألف دال طب هو أنا ممكن أجمع 5 زائد 8 وضرف 2 مدام الضلعين التانين المقابلين ليهم وده ساويين معاهم يعني به جيم بتساوي 8 يبقى ألف دال كمان بـ 8 وبما أن ألف به بـ 5 يبقى دال جيم برضو بـ 5 يأما أني أجمع 5 زائد 8 وأضرب في 2 فيديني المحيط أو أني أجمع 8 زائد 8 زائد 5 زائد 5 لأن محيط أي شكل هو مجموعة أطوال أضلع ده هيدي نفس الناتج بالزبط يبقى إما أجمع 5 زائد 8 واضرب في 2 يأما أجمع 8 زائد 8 زائد الخمسة زائد الخمسة اللي هي مجموع أطوال أضلع الشكل الرباعي في الحالتين هيديني نفس الناتج وهيكون الناتج بتاعي صح هقوله بما أن ألف به بيساوي دال جيم بيساوي 5 سنتي وكمان به جيم بيساوي ألف دال بيساوي 8 سنتي ده من خواص متوازي الأضلع فأنا هاختار أني هاجمع 5 زائد 5 زائد 8 زائد 8 بيساوي 26 طب يا مثل أنا لو أخدت 5 زائد 8 ب13 وضربتها في 2 هتديني 26 برضو طبعا هتديك 26 اللي هاخد ضلعين منهم أجمعهم ضلعين المختلفين اللي هما 5 و8 أجمعهم واضرب في 2 هتديني 26 أو اختار الجزء اللي بيقول أن محيط أي شكل هو مجموعة طوال أضلع فهاجمع الخمسة والثمانية والخمسة والثمانية يبقى 16 نبتجي بقى نشوف الحالات الخاصة لمتوازي الأضلع وأخدناها في سنة 6 وهناخدها الثاني سنقولي أعدادي إيه هي الحالات الخاصة لمتوازي الأضلع أول حاجة من الحالات الخاصة لمتوازي الأضلع هو المستطيل المستطيل هو متوازي أضلع إحدى زوايا قائمة إحنا طبعا عارفين أن المستطيل من خواصه أن كل زوايا قائمة كل زوايا من زوايا قياسها 90 درجة كل زوايا قائمة يبقى المستطيل هو عبارة عن متوازي أضلع ولكن إحدى زوايا قائمة بتيجي أكمل كتير بيقولي المستطيل هو متوازي أضلع إحدى زوايا نقط إحدى زوايا قائمة او يقولني نقط هو متوازي اضلاع احدى زوايا قائمة من المستطيل طيب الحالة التانية ازاي نعرف خواص المستطيل خواص المستطيل احنا اخذناها في سنة ربعة وفي سنة خمسة وفي سنة ستة كمان المستطيل له مجموعة من الخواص به جميع خواص متوازي الاضلاع بالاضافة الى مجموعة من الخواص وهي ان جميع زوايا قائمة سعين درجة يعني هو لي خواص متوازي من ان كل دلعان متقابلان اللي احنا قلناها في الاول خالص ان كل دلعان متقابلان متوازيان ومتسويان في الطول وان كل زاويتان متقابلتان متسويتان في القياس وان كل زاويتان متتاليتان مجموعهم 180 درجة وان الاكتران ينصف كل منهما الاخر بالاضافة بقى ان في حاجات زيادة تخص المستطيل ان في المستطيل جميع زوايا قائمة مش احنا عارفين ان كل زوايا المستطيل متساوية كل واحدة منهم بتسعين درجة جميل الحاجة التانية ان الكتران في المستطيل متساويان وده طبعا مش موجود في متوازي الاضلاع متوازي الاضلاع الكتران غير متساويان لكن في المستطيل الكتران متساويان يبقى المستطيل له جميع خواص المتوازي ولكن بالاضافة الى حاجتين ان جميع زوايا قائمة بتسعين درجة وان القطران فيه متساوية نشوف الحالة التانية من الحالات الخاصة لمتوازي الاضلع المعين المعين هو متوازي اضلع فيه ضلعان متجاوران متساوية احنا عارفين ان متوازي الاضلع الاضلع بتاعته مش متساوية كلها في الطول لكن كل ضلعان متقابلا ملهم متساويان ومتوازيان فهو بيقولي ان المعين هو متوازي اضلع ولكن فيه ضلعان متجاوران يعني جنب بعض متساويين في الطول تمام كل ضلعان متجاوران متساويان في الطول في المعين ده لان من خواص المعين ان الاضلاع كلها مالها كانت متساوية في الطول يبقى هنا عندي المعين هو متوازي اضلاع فيه ضلعان متجاوران متساويان في الطول بيجي يقول نقط هو متوازي اضلاع فيه ضلعان متجاوران متساويان كده يبقى احنا عرفنا انه مين المعين طيب المعين هي مجموعة من الخواص هي نفس خواص متوازي الاضلاع بالاضافة الى بيه جميع خواص متوازل أضلاع بالإضافة إلى أن جميع أضلاعهم متساوية في الطول دي أحد أهم خواص المعين أن أضلاعهم جميعها متساوية في الطول وأن الكتران فيه متعامدان وبينصفان زوايا يعني الكتران متعامدان وبينصفوا زوايا الرأس يعني بيقسموا زوايا الرأس إلى زوايتان متساويتان في القياس ناخد ثالث حالة خاصة لمتوازل أضلاع وهو المربع المربع من برضو الحالات الخاصة لمتوازل أضلاع والمربع هو مستطيل فيه ضلعان متجاوران متساوية في الطول أو أقدر أقول هو معين إحدى زوايا قائمة يعني لما يجيلي يقول لي نقط هو مستطيل فيه ضلعان متجاوران متساوية في الطول وهو مستطيل كل زوايا قائمة كمان المربع كل زوايا قائمة أصبح الفرق ما بينهم في الأضلع فلما المستطيل الضلعان بتوعه المتجاوران اللي جنب بعض يتساوي في الطول أصبح كل أضلعه متساوية في الطول يبقى في الحالة دي أصبح مين مربع يبقى المربع هو مستطيل ولكن فيه ضلعان متجاوران جنب بعض متساويان في الطول كمان المربع هو معين ولكن إحدى زوايا قائمة معروف أن المشترك بين المربع والمعين أن الاثنين أضلعهم متساوية في الطول جميع أضلعهم متساوية في الطول سواء في المربع أو في المعين فالاختلاف كان في الزوايا إذن المربع هو معين ولكن إذا كان أحد زوايا قائمة ما هو معنى أن أحد زوايا قائمة يبقى كل زوايا قوائم يبقى إذن أصبح مربع يبقى المربع هو معين احدى زوايا قائمة المربع هو معين احدى زوايا قائمة من خواص المربع دي جميع خواص متوازل اضلع والمستطيل والمعين عنده جميع خواص الاشكال التلاتة بالاضافة بقى الى الحاجة اللي بتخص المربع ان الزاوية المحصورة بين الضلع والكتر في المربع بتسوي 45 ضربة بالاضافة لجميع خواص متوازل اضلع والمستطيل والمعين اللي هي تمثل خواص المربع اللي موجود فيه جميع خواص المتوازل والمستطيل والمعين بضيف كمان على الخواص دي ان لما بيكون فيه الكتر في المربع بيعمل ايه مع الضلع المجاور ليه بيعمل معاه زاوية قياسها 45 درجة هو قياس زاوية المربع بيكون بتسعين الكتر بيعمل ايه في الزاوية التسعين دي بيقسمها لزاويتين متساويتين كل زاوية منهم بكام بخمسة واربعين درجة يبقى زاوية المربع قياس الزاوية في المربع بتساوية تسعين درجة الكتر بيجي يعمل ايه بيقسم الزاوية بيقسم الزاوية التسعين دي لزاويتان متساويتان في القياس فكل زاوية من الزاويتين دول هتساوي خمسة واربعين درجة يبقى الكتر مع الضلع من جنبه بيعمل زاوية 45 درجة يبقى الزاوية المحصورة بين الضلع والكتر في المربع تزاوي 45 درجة شبه المنحرف من حالات الخاصة برضو المتوازي الضلع وشبه المنحرف هو شكل رباعي فيه ضلعان فقط متقابلان متوازيان ودي معلومة كان بتيجي أكمل كتير جدا يقول لي الشكل رباعي الذي فيه ضلعان فقط لو ما قالش كلمة فقط وقال كل ضلعان متقابلان متوازيان إذن ده متوازي الأضلع ما فيه شك لكن لما يقول لي هو شكل رباعي فيه ضلعان فقط اتنين بس هما المتقابلان متوازيان يبقى ده أصبح شبه المنحرف ودايما كنا بنبقى عارفين لو قال لي ضلعان فقط اتنين فقط يبقى في الحالة ده دي شبه المنحرف متى يكون بقى الشكل الرباعي متوازي أضلع امتى اعرف ان الشكل الرباعي ده متوازي أضلع بعرفه بالشروط القادمة دي بيكون الشكل الرباعي متوازي أضلع اذا كان كل ضلعان متقابلين متوازيين لو لقيت كل ضلعين متقابلين متوازيين كل ضلعين متقابلين متوازيين يكون الشكل ده متوازي طيب هل شرط واحد يحقق ان ده شكل متوازي اطلاع اه بشرط واحد وشرط واحد من الشروط اللي احنا هنقولها دلوقتي طيب لو لقيت ان كل دلعان متقابلان متساويان هل ده يكون متوازي اطلاع نعم يكون متوازي اطلاع طيب الشرط التالت ان كل زاويتان متقابلتان متساويتان يعني كل زاويتان متقابلتان متساويتان في القياس هل الشرط ده يحقق ان الشكل ده متوازي اطلاع أيها طبعا يحقق أن الشكل ده متوازي أضلع لو لقيت كل زويتان متتاليتان مجموعهم 180 درجة هل ده يحقق أن الشكل ده متوازي أضلع أيها فعلا يحقق أن الشكل ده متوازي أضلع بيحقق أن الشكل متوازي أضلع طيب كل زويتان متتاليتان متكاملتان بساوي 180 درجة طيب كل الحاجات اللي احنا قلناها دي موجودة في الأشكال كلها في المربع ممكن نلاقيها في المستطيل ممكن نلاقيها في المعين طيب اش معنى متوازي اضلاع احنا قلنا كل الحاجات دي حالات خاصة من متوازي الاضلاع يعني الاساس مين هو متوازي الاضلاع ده الاساس يبقى اي حاجة تتحقق من الشروط اللي احنا بنقولها دي بتخلي الشكل متوازي او بتأكد ان الشكل ده متوازي اضلاع لو لقيت كل دلعان متقابلان متوازيان يبقى الشكل متوازي اضلاع لو لقيت كل ضلعان متقابلان متسويان برضو الشكل متوازي أطلع لو لقيت كل زواتان متقابلتان متسويتان في القياس الشكل متوازي أطلع لو لقيت كل زواتان متتاليتان مجموحهم 180 درجة برضو ده يحقق إن الشكل متوازي أطلع النقطة الخامسة لو لقيت الكتران ينصف كلا منهما الآخر وآخر حاجة ضلعين فيهم متقابلان متسويان ومتوازيان يعني مش شرط كل ضلعان متقابلان متوازيان او كل ضلعان متقابلان متساويان لا ده ممكن اخد ضلعين بس اثبت فيهم التوازي والتساوي اخد في الشكل ضلعين بس بس هثبت لهم اثبتين اثبت انهم متوازيان واثبت انهم متساويان في الطول طبعا احنا عايزين نحقق الكلام ده بامثلة هنشوفها طبعا دلوقتي عشان نعرف نبدأ في المثال التالت في الشكل المقابل قالت باق جيم دال ده شكل عندي رباعي عايزة اثبت انه متوازي اضلع عندي الهاء بتنتمي الى باق جيم وعندي قياس زاوية هاء الف باق بخمسة واربعين درجة وعندي قياس زاوية الف هاء باق بسبعين درجة وقياس زاوية دال بخمسة وستين وقياس زاوية جيم بمية وخمسة عايزة اثبت بقى ان قالت باق جيم دال ده متوازي اضلع طبعا عشان اثبت انه متوازي اضلع الناس ما اثبت حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها لاثبات انه متوازي اضلع اما انه كل دلعان متوازيان او انه كل دلعان متقابلان متساويان الى اخر النقط اللي احنا قلناها طبعا هنا احنا ما عنديش حاجة عن الاضلع ولا اي معلومات عن الاضلع معلومات عن قياسات الزواية لو انا اثبت انه كل زاويتان متقابلتان متساوياتان في القياس يبقى انا اثبت ان الشكل ده متوازي اضلع يبقى انا مهمتي دلوقتي اثبت انه قياس زاوية الف بتساوي قياس زاوي الجيم وانه قياس زاوي بي بتساوي قياس زاوي الدال يعني كل زاويتان متقابلتان متساوياتان في القياس هل ده يثبت ان الف بي جيم دال ده متوازي اضلع طبعا يثبت ان ده متوازي اضلع يبقى انا مهمتي دلوقتي هشتغل على الزوايا هبتدي اجيب الزوايا اللي نقصها عندي عشان اقدر احدد هل كل الزويتان متقابلتان فعلا متوزويتان في القياس ولا لا اول زاوية هجيبها هي زاوية باء وعندي المثلث قلب به هاء في زاويتين معلومتين زاوية قلب ب45 درجة وزاوية هاء ب70 درجة لو جمعت 45 زائد 70 وطرحت من مجموعة قرصات زوايا المثلث اللي هي 180 درجة هتديني قياس زاوية باء نبتدي الاثبات كده مع بعض طبعا ما ننساش المعطيات والمطلوب لازم نكتبها في الانتحان لكن احنا هنا اختصالا للوقت بنكتب على طول البرهان المعطيات بتاعتك اللي موجودة في المسألة هاء تنتمي الباء جيم وقياس زاوية هاء ألف بيه ب45 وقياس زاوية ألف هاء بيه ب70 والندال ب65 وانه قياس زاوية جيم ب115 دي كلها معطياتي والمطلوب اثبات ان ألف بيه جيم ده المتوازي أضلع ده المطلوب نبدأ بقى في البرهان اول حاجة بما ان المثلث ألف به ده مثلث يبقى مجموعة قياسات زاوية بكام 180 درجة عايز اجيب قياس زاوية باء هقول له 180 ناقص وفتح كوس اجمع سبعين زائد خمسة واربعين سوي خمسة وستين درجة طيب تاني حاجة بعد ما اوجدت قياس زاوية باء هقول له ان قلب به جيم ده ده شكل رباعي جميل معروف ان الشكل رباعي مجموعة قياس سوياه الدخلة زي ما اخدنا في درس المضلعات بثلثمائة وستين درجة اذا مجموعة قياسات الزاوية دخل للشكل رباعي ثلثمائة وستين عايز اقود قياس زاوية باء كلها على بعضها بكام هاجمع الزاوية انا عايز اجيب بزاوية ألف كلها على بعضها بكام فان هاجمع به زائد جيم زائد دال واترحها من ثلثمائة وستين به عندي اه جبت انا به بخمسة وستين درجة والجيم من المعطيات بمية وخمستاشر والدال برضو من المعطيات بخمسة وستين هاجمع خمسة وستين زائد مية وخمستاشر زائد خمسة وستين واترح من ثلثمائة وستين عشان يديني زاوية باء ألف دال اللي هي زاوية ألف كلها زاوية باء ألف دال جمعت مية وخمستاشر وخمسة وستين وخمسة وستين وطرحت كل ده من ثلثمائة وستين اداني مية وخمستاشر أصبح عندي أن البي بـ 65 والدال زيها بـ 65 والجيم بـ 115 والألف كمان زيها بـ 115 يبقى فعلا كل زاويتان متقابلتان متساويتان في الكياس ولا لا؟ يبقى أكد أنا أتأكدت أن الشكل ده متوازي أضلعا بما أن طبعا زاوية با بتساوي قياس زاوية دال وأن قياس زاوية جيم بتساوي قياس زاوية با ألف دال اللي هي الف كلها يبقى كده كل زاويتان متقابلتان متساويتان في القياس يبقى الشكل الف بي جيم دال متوازي اضلاع ودال مطلوب اثباته المثال التاني في الشكل المقابل الف بي جيم دال ده مربع والف جيم يوازي دال ها عايز يثبت اثبتين ان الف جيم ها دال متوازي اضلاع وعايز كمان يوجد قياس زاوية الف جيم ها طبعا انا لازم استفيد من الف بي جيم دال ده مربع ومعروف من خواص المربع ان كل دلعان متقابلان متوازيان احنا اخدنا خواص المربع وعرفناها كويس يبقى عندي الف دال هيوازي باق جيم يبقى كده ابدأ البرهان بتاعي هقوله بما ان الف بي جيم دال ده مربع يبقى الف دال بيوازي باق جيم ده من خواص المربع ملاحظين ان باق وجيم وهاء على استقامة واحدة باق وجيم وهاء هم شايفينهم مع بعض على استقامة واحدة طالما ان الف دال بيوازي باق جيم اقدر كمان مادام كل دول على استقامة واحدة اقدر اقول ان الف دال يوازي جيم هاء ما هي نفس الاستقامة ما هي باق وجيم وهاء على نفس الاستقامة يبقى اقدر اقول ان الف دال بيوازي جيم هاء ولا لا اقدر طبعا اقول ان الف دال يوازي جيم ها طيب وبما ان طبعا الف جيم يوازي دال ها ده معطى هو متى هنا في المسألة يبقى انا عندي الف دال يوازي جيم ها والف جيم يوازي دال ها يبقى كل دلعان متقابلان مالهم متوازيان يبقى انا اثبت ان الف جيم ها دال ده ايه متوازي اطلع يبقى انا اثبت ان الف جيم ها دال متوازي اطلع فيه كل دلعان متقابلان متوازيان بقى عندي اوجد قياس داوية الف جيم ها الف جيم ها طيب احنا عارفين ان الف بيه جيم دال مربع ومن خواص المربع لو فيه كتر فيه بيقسم زاوية الرأس بتاعته الى زاويتين متساويتين في القياس الكتر الف جيم ده هيقسم زاوية جيم دي لزاويتين متساويتين هيخليلي زاوية ألف جيم بيه بـ 45 درجة وزاوية ألف جيم دال بـ 45 درجة يبقى أنا عرفت إنه دي بـ 45 ودي بـ 45 بما أن ألف جيم كتر في المربع يبقى هيقسمه تزاويتين متساويتين في القياس يبقى إذن ألف جيم ده كتر في المربع أستنتج منه إن القياس زاوية ألف جيم دال هتساوي 45 درجة طيب أنا عايزة أوجد ألف جيم هاء عرفت جزء منها وهو ألف جيم دال حلو الكلام طيب إزاي بقى أوجد ألف جيم هاء أنا عرفت إن زاوية ألف جيم دال بخمسة واربعين طيب دال جيم عمودي على باق هاء صح؟ يعني الزاوية دي بتسعين والزاوية دي كمان بتسعين وهنا عارفة إن الزاوية دي كلها بتسعين من زاوية المربع الزاوية دي كلها بكام زاوية جيم كلها بكام على بعضها بتسعين والجيم بالتاني كمان بكام بتسعين لأن دول كلهم عبارة عن زاوية مستقيمة باق جيم هاء زاوية مستقيمة لما يكون الجزء ده منها بتسعين يبقى الجزء التاني ده كمان بكام بتسعين يبقى أنا عرفت إن زاوية دال جيم هاء بتسعين درجة دال جيم هاء بتسعين لو جمعت التسعين على الخمسة واربعين اللي هي قياس زوية الف جيم دال يبقى الاتنين دول مع بعض هي قياس زوية الف جيم ها كلها تمام هاجمع خمسة واربعين زائد تسعين يبقى مية خمسة وثلاثين اللي هي زوية الف جيم ها هنشوف بعد اسئلة اكمل السؤال الاول متوازي اضلاع كتره متساويان مين متوازي الاضلاع اللي عنده الكتران متساويان هو المستطيل المتوازي لكتره متساويان في الطول يسمى مستطيل السؤال التاني متوازي اضلاع احدى زوايا قائمة احنا قلنا متوازي اضلاع لاحدى زوايا قائمة هو المستطيل برضو برافو لما يديني متوازي اضلاع واحد زوايا القائمة بقول عليه المستطيع متوازي اضلاع كتراه متعامدان يطرى من متوازي الاضلاع اللي الكترين عنده متعامدان هو المعين متوازي الاضلاع اللي كتراه متعامدان هو المعين السؤال الرابع متوازي اضلاع فيه ضلعان متجاوران متساويان عنده الضلعين المتجاورين اللي جنب بعض متساويان برضو هيكون المعين رقم خمسة متوازي أضلاع قطره متساويان ومتعامدان لا مش متساويين بس دول متساويين ومتعامدين من الشكل اللي عنده القطرين بيكونوا متساويين ومتعامدين هيكون المربع يبقى متوازي الأضلاع لقطره متساويان ومتعامدان يسمى مربعا متوازي أطلعوا في دلعان متجاوران متسويان وإحدى زوايا قائمة عنده شرطين أنتوا نحظين دايما أن المربع بيحتاج شرطين عشان أقول على المتوازي ده مربع لازم يتحقق شرطين لو راحزنا كده في كل أكمل اللي فوق الأول واحدة عندي المستطيل كان محتاج شرط واحد اللي هو قطراه متسويان هنا كمان محتاج شرط واحد إحدى زوايا قائمة أصبح مستطيل لما قلت متوازي أطلع قطراه متعامدان بس شرط واحد أصبح معين متوازي أطلع دلعاه متجاوران ومتسويان قلنا برضو معين أما متوازي الأطلع اللي هيتحول المربع لازم يكون شرطين عندي القطراه متسويان ومتعامدان هذه شرطين هم في المربع لاحظنا أنه فيه شرطين قطراه متسويان ومتعامدان وبرضو هنا كمان هلاقي شرطين فيه دلعام متجاوران متسويان وإحدى زوايا قائمة هلاقي ندال مربع برضو يبقى شرطين في حالة المربع لازم يكون فيه شرطين بجعل متوازي أطلع مربعا السؤال التالي مستطيل قطراه متعامدان لو لقيت المستطيل قطراه متعامدان أصبح مربعا يبقى المستطيل الذي قطراه متعامدان يكون مربع لأن برضو المشارط ما بين المستطيل والمربع أن الاثنين زواياهما قائمة يبقى الكتران لما يتعامده أصبح المستطيل ده مربع السؤال التامن معين إحدى زواياه قائمة لما يكون عندي معين ولاقي عنده زاوية أصبحت قائمة يصبح مربعا كترة المربع فيهم ثلاث خواص إحنا قلناها كترة المربع ينصف كل منهما الآخر ومتعامدان ومتساوية يبقى كترة المربع الكترين طوال المربع بينصف كل منهما الآخر متعامدان ومتساوية في متوازل أطلع ألف بي جيمدال إذا كان عندي زاوية ألف بسبعين وقياس زاوية عايز يجيب قياس زاوية بي طيب أولا ألف بي جيمدال ده متوازل أطلع وألف وبه زاويتان متتاليتان يعني مجمعهم 180 درجة زاويتان متتاليتان مجمعهم 180 درجة لو قلت 180 ناقص 70 هيساوي 110 يبقى قياس زاوية بيه بتساوي 110 درجة قياس الزاوية المحصورة بين ضلع المربع وكتره قلنا لو أنا عندي كتر في المربع القياس الزاوية بتاعت المربع بتسعين درجة الضلع مع الكتر بيكون 45 درجة يبقى ضلع المربع وكتره الزاوية اللي ما بينه 45 درجة لأن قلت الكتر بيعمل إيه في رأس الزاوية في المربع بيقسمها الزاويتين متتساويتين في الكياس كله منها ب45 درجة المربع هو نقط إحدى زاوية قائمة المربع هنا عندي بيكون إيه إحدى زاوية قائمة يا ترى المربع هو مستطيل إحدى زاوية قائمة قائمة